ترى أساء الفريق الركن مع علي الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اجتماع مجلس المرور وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في بداية اجتماع مجلس المرور أكد مع علي وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدم الطريق مشهدا بانخفاض حوادث الوفيات المرورية خلال العام الماضي بمعدل 48.8% حيث تراجع عدد الحوادث المرورية إلى 44 حادث وفا خلال 2016 مقارنة ب86 في العام 2015 في نركاس واضح لجهود الإدارة العامة للمروري في مجال تحقيق السلامة المرورية مشددا مع علي إلى أن ذلك يعد إنجازا في حد ذاته يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية وقد بحث المجلس في مستهل جدول أعماله دراسة تتعلق بأهمية تفعيل اللجنة العامة للسلامة على الطريق من خلال تطوير اختصاصاتها بحث تعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن مجلس المرور والتنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشان بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية المعنية بالسلامة المرورية وفي هذا الخصوص أكد مع علي وزير الداخلية همية الحاجة إلى تفعيل اللجنة باعتبار أن السلامة المرورية تمثل مطلبا ضروريا كما شدد أعضاء المجلس على همية اللجنة وضرورة عودتها لأداء دورها والوجبات المنوطة بها كما استعرض مجلس المرور دراسة عدتها لدارة العامة للمرور حول برامج التوعية في المؤسسات التعليمية تضمن تهم الأسباب الرئيسية في الحوادث المرورية خلال الفترة من العام 2014 وحتى 2016 لفتتان إلى أهمية العمل على بناء صورة ذهنية عن السلامة المرورية في جميع المراحل الدراسية وتوفير الثقافة الخاصة بالسلامة على الطريق بصورة منتظمة ومستمرة خاصة في المدارس حيث أكد مع علي الوزير أهمية الثقافة المرورية لدى الأطفال موجيان لعقد اجتماع مشترك بين وكيل وزارة الداخلية والمعنيين في وزارة التربية والتعليم بهدف تزويد المناهج التعليمية بالمواد المرورية المطلوبة وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية واتفق مجلس المرور خلال اجتماعية على اتخاذ الخطوات الإجرائية في موضوع بيع الأرقام المتميزة على أن يصدر في وقت لاحق قرارا ينظم هذا الأمر فيما واصل المجلس بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلع على إجاز بشأن دراسة استشارية شاملة تضمنت 52 إجراء بهدف صياقة استراتيجية للتخفيف من الازدحامات المرورية حيث أشاد مع علي الوزير بما تضمنت الدراسة والتي تقرر حالتها لللجنة الفنية لمجلس المرور لتحديد الخطوات المطلوب تنفيذها في هذا الشان وفي نهاية الاجتماع أعرب مع علي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على متابعتهم المستمرة وجهودهم الممتدة لتلبية متطلبات السلامة المرورية مشيرا إلى همية التواجد الميداني ومستوى الجاهزية على مدار الساعة لمراقبة الحركة المرورية والعمل على انسيابها والتدخل السريع لفك الاختناقات والتعامل مع الحوادث المرورية وفق القانون اشتركوا في القناة